انتهت العمليات العسكرية في المحافظات المنكوبة لكن أوزارها لم تضع بعد فما زالت الآثار بادية في حياة ذوي المغيبين الذين اختطفتهم الميليشيات وفي وجوه أمهاتهم وزوجاتهم التي يعانين مرارة الفقد فقد رجالهن وعدم معرفة مصيرهم وفقد أساسيات الحياة التي تركها غياب المعيل أسر مغيبية السقلاوية بمحافظة الأنبار نموذج صارخ للنكبة التي حلت بتلك المناطق أخذوا أخوتي أنا اثنين من أخوتي وعمي وولد عمي وأحنا بس من عائلتنا احنا خمسة من عدل باقين عمامي كل بيت راح منا ستة وسبعة احنا بس من عشيرتنا احنا عشيرة البعكاش كلها سبعمية وخمسين زلمة ومن فخذنا احنا واحد وخمسين زلمة راحوا لنا كلهم راحوا مدى نعرف مصيرهم كلهم ما عدهم أي شيء أي شيء ما عدهم لو عدهم شيء احنا نقول ايها هي حكهم وجاهم بس ما عدهم شيء أي شيء ما عدهم أريد بابا وعمامي وولد عمي وانهم قال منت انت سقير اخذوه وما نعرف ليها سوائن وكانت شبكة حقوق الإنسان الدولية قد وثقت وجود نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مغيب بين عامي 2014 و2016 في محافظة الأنبار لم يكشف عن مصيرهم بعد ما يعني أن آلاف الأسر ما زالت تعيش تداعيات جريمة الحرب التي تلتزم الحكومة الصمت تجاهها نداعي بالمفقودين المقيبين هاي صار لهم هاي السنة السابعة راح يدخلون وماكوا لا حكومة وراهم لا يتابعونهم لا يشوفوننا ياهم وين يعني احنا شن ذنبنا أطفالنا شن ذنبها هي تشيانا يعني هاي عيشتنا قهر بلا ياهم تبه ذننا هذولا أطفالهم يريدون نعيشها وإحنا بس النساوين بالبيت يعني نريدهم يشوفوننا شن شارتهم هاي صار لهم سبع سنين ماكوا يعني نروح نسأل ندق حاسبات دو يقولوننا ما موجودين ما موجودين والراحة وين ودوهم مناطق منكوبة عانت من الحروب والدمار والتشريد بيد أن الملف الأكثر إلى من هو ملف المختطفين والمغيبين حيث يعول مرتكب جريمة الإخفاء على الزمن للإفلات من المساءلة بينما يتشبت الضحايا بأمل عودة أو قصاص عادل إن لم يكن من الأرض فإن عدالة السماء قادمة لا محالة